نشوف بقى مشوار لسارتي كده سريعاً مع بعض ده مشوار لسارتي طبعاً بشكل عام هو في الدوري العام لعب 22 مباراة فاس في 18 وتعادل في 2 وخسر في 2 جاب 38 هدف ودخل مرمى 10 أهداف في دوري أبطال إفريقيا لعب 10 مباريات فاس في 6 وتعادل في 1 وتغلب في 3 منهم مصيبة طبعاً بتاعت 5 دي بتاعت سانداونز جاب 16 هدف في أفريقيا ودخل مرمى 8 أهداف في كاس مصر لعب ماتش واحد غلبان في دوري 16 أمام بيرامدز مبارح وتغلب طبعاً ودخل فيه هدف بكده يبقى لسارتي لعب مع الأهلي 33 مباراة فاس في 24 وتعادل في 3 وخسر في 6 مباراة ما فيش شك لما واحد يقول لي يعني إيه 6 مباراة يعني من 3 وتعادل أقول له آه بس ده النادي الأهلي ده النادي الأهلي وخلي بالك اللي أنا قلتهم دول بخسارة بطولات بخسارة بطولات كاس مصر ودوري أبطال إفريقيا وزي ما قلتلك الدوري العام كان هدية متوضعة لتراهه الفني لنادي الزمالك فرط في نقاط ولا في الأحلام لو لم يفرط فيها ما حصل الأهلي على الدوري العام بالنقاط بالنقاط ولكن شاء المولى سبحانه وتعالى أن يحصد النادي الأهلي بطولة هذا الموسم وهي بطولة الدولة العام لم تأتي بعبقرية هذا اللاسارتي ولكن جاءت بتراهه الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك هذا هو الأمر فيما يتعلق بلاسارتي بي